الملك حمد بن عيسى الخليفة تاريخ المشترك الزاخر بالعديد من المحطات المهمة تاريخ حضارتين عريقتين ضاربتين في عبغ التاريخ وتاريخ بلدين وشعبين شقيقين سطراء الكثير من المواقف على مدى الزمن وحرص كل منهما على أمن ومصلحة البلد الآخر من واقع العلاقات والمصير المشترك للوطن العربي وتتسم العلاقات البحرانية المصرية بقوتها وصلابتها وتعززت ونمت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة انطلاقا من دور البلدين الشقيقين المحوري في المنطقة واتجهت العلاقات البحرينية المصرية إلى آفاق أرحب لتثبت متانة هذه العلاقات ومن خلال التواصل والتكامل حظيت مصر بمكانة متميزة لدى جلالة الملك المعظم ولدى مملكة البحرين حكومة وشعبا إذ تحفظ الذاكرة البحرينية متانة هذه العلاقات في مختلف المجالات كما عبر عن ذلك جلالة الملك المعظم في أكثر من لقاء ومحفل سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا يقف البلدان بكل ثقلهما دائما إلى جانب بعضهما البعض فالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة إن الرؤى وتطلعات البحرينية المصرية تلقت في العديد من المجالات والمواقف لتترسخ هذه المواقف تاريخيا وتكون مثالا حيا لعلاقة بين قيادتين وبلدين وشعبين شقيقين اشتركوا في القناة